شوفوا مكانش واحد منا لا يسهى ولا ينام مكانش واحد منا لا يخطأ كلنا معرضون للخطأ بالليل والنهار لكن رأى كثير من الأمور تغيرت رغم مزايا التلفزة لكن التلفزة في حد ذاتها تغرس هي الاتكال وحتى أنه تغرس البرمجة البرمجة بمعنى أنه يصير الإنسان آلة وقاعد يتفرج في التلفزة هم اللي يخيروا للمسلسل هم اللي يخيروا للساعة اللي يسمع فيها الحديث الديني ها وشي طيبه وشي ديره هم اللي يخيروا للأطفال وشي هي الساعة اللي يتفرجوا فيها الرسم المتحركة ورقم شفته حتى الإشهار إلا درجة أنك تشوف أنت طفل صغير يصير هو أنه يردد في الإشهار لماذا؟ برمجة لكن كان هذا في عهد الحزب الواحد كان هذا في عهد التلفزة الواحدة جاءت هذه الأنترنت انتهى وقت الاحتكام حتى الناس الآن لم يعود يغرها هذا الخطاب ولم يعود يؤثر فيها هذا الخطاب الآن نحن مطالبون باستخدام العقل باستخدام المنطق ومع ذلك الناس تتأثر لماذا؟ لأنه كان هناك مؤثرات كثيرة الناس ستستخدم فيها عن طريق البرامج مثل هذا الفوتوشوب وتؤثر به الناس على القناعات مرة واحدة يزل الكراستا واحدين حيه ويضع الكراستا واحدة أخر الشي اللي راهو جاري في غزة تقدر تلقى ناس يديروك أفلام قاصرة وينتقروك حويج إلى درجة أنه شفت ناس يستخدموا في ألعاب كبار بلك الأربة مشدود وهذه إن شاء الله نعود ونرجع لها بتفاصيل في مواضيع واحدة أخرى الجد ورسوم سكر من الضروب الكاب نعم تخيلوا أنتما يديرو لعبة في الفيسبوك يعني لعبة مصورة والسيد راهو يتبع فيها على أساس أنها راهو معارك في غزة طائرات كشغل يطيحوا فيها بالكوكو والناس شوف شوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر ماذا ستصنع بهذه الرؤوس الصديقة هذه الرؤوس المقفلة ماذا ستقر بها نحن الآن في عصر واحدة أخرى موشي عصر نتاع التلفزة تأثير الآن على العقول تأثير على المخن تأثير على الإنسان تأثير على تفكيره تأثير على قناعاته تأثير على جيبه راهى الآن ناس تستهلك بدون حساب تكلمنا على التجارة الإلكترونية تلقرحك في موقع يأثر عليك من خلال هذه الـ الاشهار وهما كين منهم اللي الناس راه تشوف فيهم باللي راه مؤثرين لكن هما في حد ذاتهم راه هما يتم استغلالهم احنا ماذا بنا باش يكونوا مؤثرين جزائريين يتكلموا باللغة الجزائريين يدافعوا على العلم الجزائري يدافعوا على المصلح العليا تاع البلاد ماذا بنا باش يكونوا مؤثرين جزائريين يدفعوا على تقاليد البلاد يدفعوا على تاريخ البلاد يدفعوا على الأسرة وعلى المجتمع وغير الجزائريين ماذا بينا أخاوتنا المغاربة والتوانسة والليبيين والمصاروة والسعوديين وكل الإخوة العرب والمسلمين هو أنه يدفعوا على شعوبهم ويدفعوا على مصالحهم ويدفعوا على تاريخهم ويدفعوا على وحدتهم أفر ما قيمت هذه الدرعة من اللي أنت تبديها سحت ونت تتأثر في الأسرة الجزائرية وتهدمها تنحي عليها استر ويصيروا لما جاءت التلفازة صاروا الناس لما يشوفوا بعض المشاهد يطفيوا التلفازة لأنه كشف عليهم التلفزيون استر صارت الأسرة لا تجتمع على مسلسل ولا على فيلم بينما في وقت سابق كانت الناس تشوف تشوف أفلام وتشوف مسلسلات رغم أنه كان تلفازة واحدة لكن مع ذلك كانت هناك الحشمة وكان مستوى مستوى رقي جدا من التقديم مستوى رقي جدا من الحوارات اللي كانوا يديروها رغم أنها كانت تلفازة واحدة لكن فيما بعد جاءوا الناس وكشفوا هذا كستر هذا صارت الأسرة لا تلتقي والآن في الأسرة الواحدة كل واحد كون يرأي أثر فيها أول مشكلة كبيرة كل واحد عنده هاتف نتاعوا واحد رأيهم أثر فيه ميسي واحد رأيهم أثر فيه رونالدو واحد رأيهم أثر فيها فعلى الناس هذا وخاصة المسؤولين واللي رأيهم دوركم ما فيه مسؤوليات مختلفة لازم الناس دير الميساجور هذه المسألة هذه انتاع التأثير أنه قد بقتراحات مش ما يبقاش الكلام بتاعنا هكذا كبرك قد بقتراحات للمسؤولين شاركوا هذه الجمعيات شاركوا الأحزاب السياسية عجل بش يكون فيه تكوين خليوا هذه المساجد تنشط هذا المجتمع الجزائري لما انت تنزعل القدوة وتصير انت تشجع في الرداءة فيما بعد انت وش رح تنتظر المرضود انتاعك يعني وش هو يعني لما انت تزرع الريح كش رح تجني لما تزرع الشوك كش رح تجني لابد هو أن الناس تسمى تساهم وترد القيمة لهذه الأخلاق ترد القيمة للقدوة كين عندنا طاقات كين عندنا كفاءات كين الناس اللي هما راهم يظهروا من خلال هذه المواقع والله ذيك إذا شفته في واحد راه يقدم في خدمة للبلاد شجعوه وأختارح هو أن هذ الناس اللي راه هما في السلطة ورني تكلمتها لها في وقت سابق هو أن تكون فيه مادة في كل أطوار تعلمهم الحماية وتكلمهم في هذا المواضيع على جل باش الناس تدير اتنسيون إذا كان ذوك مثلا ننسى الوالد والوالدة ما يقدروا شوما قال يحكموا في ابنهم لكن المدرسة تقدر تحكم فيه كثير من الآباء اللي هما راه منفرطين في ولادهم المدرسة هي اللي راه تربي فيهم فمن خلال المدرسة لما تكون فيه ساعة والله ساعتين تساهم في تكوين وتأطير وتثقيف هذا الشاب هذاك تعطيله أبجديات استخدام هذه الأنترنت قال باللي راه هكي مواقع فاسدة راه تفسد في الذوق راه تفسد في الأخلاق قال راه هكي برامج جوسسا ها هو لما تتعرض قال مثلا للابتزاز شكون هي اللي الجهة تتصل بها بالإضافة إلى ذلك الجمعيات نقطرحوا وقال مثلا تكون فيه محاضرة ويجيبوه ناس أخصائيين قال مثلا ناس مختصين في البرمجة مختصين في الانترنت بشكل عام ويجيوه ناس مختصين في الأمن وراء المشكل تاع الشرطة ولا تاع الأمن العسكري ولا وراء المشكل لكن انت تحمي في بلادك تحمي في مجتمعك ويتكونوا الناس يديروهما برامج كلها تساهم في التوعية بالإضافة إلى ذلك المساجد والمساجد هذا تجيغى الناس تصليوا وتروحوا له يجيوا ناس لا شرط هو أغنوا وغل إيمان برك يتكلموا له وراء العيب هو أنه يجي واحد شرطي وين راه العيب وين وين العيب هو أنه يجي ضابط ويهو يجي في المنبر ويتكلم ويواعي الناس وراء المشكلة وتتعاون الناس على الخير والله تخليوا هذا المجتمع فريسة للأنترنت ذرك راه هذي برامج التجسس وراها برامج اللي راه هي تختارق في الأسرة والمجتمع كامل وتخليهم انتم لهذه الناس اللي هم رهم يمارسوا فيه شذودهم الفكري ويصيروهما أنه يزرعوا في الخنوع ويزرعوا في الرداء ويزرعوا في كثير من الأشياء اللي هي تأثر على الأسرة وتأثر على المجتمع كي الناس اللي هما ما عندهمش أصل ولكن في المقابل هذا الناس اللي هما راه هم ذركهما انسلخوا من جزائريتهم وانسلخوا من أسرهم وانسلخوا من أخلاقهم حاولوا هو أنه تبحثوا عليهم قال واحدة ما أعلم ليش أنا من تيارة والله واحدة من عنابة والله مش عارفان هكذا قال روح بحث راه كينة أجهزة الأمنية تبحث على السيدة هذه وقال تبحث في أهلها تبحث في كذا ويبعثوا لها ناس قالوا دي راه كينة أسرة راه كينة عائلة راه كينة مجتمع وحتى إذا كان منهم من الناس اللي راهم هما يتبعوا فينا أو الناس اللي راهم يتبعوا فينا قادرين يوصلوا لهم الرسالة أخويا راك تكلم باسم بلاد حبالك لو كان نقوله مثلا راك في قهوة والله في دار والله ذيك كما بكري قال ما كانش الهوات في النقالة هذي والله قال لي جيك حاجة في رأسك تقولها طيحة كلام والله قال ما على بليش أنا تتبهلي تتبهلي لا والله ذيك لكن الآن راك بدام مجتمعات را نستضحك علينا يرضيك على جلبش أنت تمثل الجزائر اللي ما تعلية شهادة وما تعلية رجال وضحها وعلى جالها ولا زالوا يضحينا كل يوم يرضيك على جلبش أنت تمثل الجزائر بهذاك الرداء وهذاك الخنوع وهذاك شي اللي انت تقوم به يرضيك هو أنك تشوف ولادك غدوة أنت وانت القدوة أنت أحم يرضيك بشوف ولادك أنت ينهجو هذك المسار اللي راك أنت ماشي ليه غدوة ولادك رحين يتأثروا بالشيء اللي انترك تقدم به ورحين ربما يتبعوك كي الناس اللي رأى انظركوا ما ساهموا في تكسير القدوة لازم التربية ولازم التوعية لازم الناس كامل تتعاون فيها